نبدأ من حيث الشعور العام عند الاهلوية النهاردة يمكن انبارح اكيد كان فيه حالة حزن لدى الاهلوية حالة حزن في كرة القدم وحالة سعادة في كرة السلة ولكن تأتي كرة اليد النهاردة عشان فريق اليد يحقق الصوبر على حساب نادي الزمالك في الامارات بطولة غالية بطولة تاريخية للنادي الاهلي اكيد شفنا كل حاجة لها علاقة بالدوافع بالاسرار بالرغبة بحاجات كتيرة جدا 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 كنت تخليك تفخر وانت بتتفرج النهاردة وانت بتتفرج وبتشوف النادي الاهلي طول المباراة هو اللي فارق على النادي الزمالك ومباراة كانت مرسونية مباراة ملحمية كل حاجة في كرة اليد يمكن من اكتر المباريات اللي انا استمتعت بها في حياتي في كرة اليد ما بين الاهلي والزمالك فوارق كانت قريبة النادي الاهلي متقدم النادي الاهلي بيعمل مباراة كبيرة النادي الزمالك بيحاول يلحق به في النتيجة وبتأتي في الدقائق الاخيرة فعلا بينجح الزمالك في التعادل ولكن النادي الاهلي بيقدر هنا هنا انه هو يرجع تاني ويتقدم تاني ثم يحرز نقطة تانية ثم يحسم المباراة كلينيكية العظيم في دائه المهتم بكرة اليد او المتابع لكرة اليد كان دايما عنده احباط يمكن انا يعني كنت دايما كده فيه غصة في الحلق كده من فكرة كرة اليد في النادي الاهلي خصوصا في الامطار الاخيرة امام النادي الزمالي حيانا كتير جدا كنت بتبقى متفوق ثم تنهار ثم تلاقي الفريق نفسيا وقع في المباراة ثم تلاقي امور سلبية كتير جدا بتحصل ثم تلاقي انك مش مصدق انك هتكسب النهاردة انا شفت الحكس شفت ثقة طول المباراة ان انا حافظ على التقدم شفت لما حصل استثناء وحصل طرد مهم جدا وحصلت امور وازمالك قدر يرجع انت منهرتش نفسيا انت تماسكت وقدرت ترجع تتقدم ثم قدرت تفرق بنقطتين دي القصة كلها انا بقول يا جماعة ان الستوري بتاعت الانتصار النهاردة وحلوته للي ده مرارات وليست مرارة واحدة كثير من المعاناة في كرة اليد هيعرف ان التحول اللي يخليك فرحان بالبطولة هو ده هي الشخصية اللي قدرت النهاردة تحافظ وتحقق لقب مهم جدا اعتقد الكابتن محمود الخطيب كان لديه كلمة للفريق النهاردة بيهنئهم يعني وجه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهناء للاعبي الفريق الاول لكرة اليد رجال وجهزهم الفني والاداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس السوبر المصري واشادة بالاداء الممتاز لللاعبين وروحهم العالية خلال المباراة التي اقيمت بالامارات واكد رئيس النادي على سعادته وتقديره لما قدموا اللاعبون وجهزهم الفني من جهد كبير واستحقوا اللقب عن جدارة كما هنأ جماهير الاهلي بالبطولة مشيرا إلى أن التتويج بالسوبر يحمل عناصر الفريق مسئولية أكبر تجاه نديهم وجماهيرهم الوفية التي تستحق أن يبزل الجميع من أجلها قصارى جهد وتحقيق أفضل النتائج التي طليق بالنادي الاهلي وتاريخها والله بالتأكيد طبعا يعني تهناء يستحقها فريق كرة اليد في النادي الاهلي والتأكيد أنا استعرض التهناء مرة أخرى ولكن أنا هنا حابب أتكلم فعلا عند نقطة الشخصية الديئة 28 وكم من يعني أشياء كانت تحدث لجماهير النادي الاهلي عندما نصل إلى الديئة 28 في الشوط التاني وتحديدا أمام نادي الزمالك كل شيء بيكون في المباراة واصل لمرحلة أن أنا قاعد مش متطمم وده كان أمر صعب جدا على فريق بيمثل النادي الاهلي ولكن كانت حواراتي الحقيقة مع الكابتن خالد العوض يعني مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي أن شخصية اللعيبة دي هتيجي هتيجي خاصة مع مدير فني زي ديفز كان أول شيء اشتغل عليه مع لعبي النادي الاهلي الوعدين والحقيقة مع طبعا الخبرات الموجودة في الفريق هي فكرة الشخصية إزاي تبقى مصدق أن أنت قادر تكسب إزاي يبقى عندك الاستمرارية لأنه ده شيء مهم جدا مش معنى كده أن أنت كنت كل المباراة أمام نادي الزمالك بتتعرض لهزام لأنك انت حققت بطولات على حساب نادي الزمالك موجهات مباشرة سواء سوبر أفريقي أو كاس أو غيره ولكن كان فيه وقت من الوقات فكرة الاستمرارية مش موجودة النهاردة أنت بتفوز في الدور الأول على نادي الزمالك في كرة اليد وبعد أيام قليلة بتواجه نادي الزمالك في الإمارات السوبر المصري وبتحقق البطولة الأولى وموجود رئيس نادي الزمالك اللي هي لعبته الأساسية هو خريج قطاع كرة اليد في نادي الزمالك بيتواجد فيه المدرج ومع ذلك رجال النادي الأهلي بشخصية النادي الأهلي الجديدة مع ديفيدز بتقدر تستحوز على المباراة ويبقى لك دايما الأبرهند حتى نهاية المباراة ده طبعا الخطاب مرة أخرى أو البيان مرة أخرى والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يهنئ لعبي اليد وجهازهم الفني والإداري بالسوبر المصري وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة للعبي الفريق الأول لكرة اليد رجال وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس السوبر المصري وأشاد بالأداء المتميز لللاعبين وروحهم العالية خلال المباراة التي أقيمت بالإمارات مساء اليوم وأكد رئيس النادي على سعادته وتقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني من جهد كبير واستحقوا اللقب عن جدارة كما هنأ جماهير الأهلي بالبطولة مشيرا إلى أن التتويج بالسوبر يحمل عناصر الفريق مسئولية أكبر تجاه ناديهم وجماهيرهم الوفية التي تستحق أن يبزل الجميع من أجلها كسار جهده وتحقيق أفضل النتائج التي طليق بالنادي وتاريخي ده فعلا المهم جدا لأن الآن على جهاز كرة اليد وعلى فريق كرة اليد في النادي الأهلي الاستمرارية أن أنت تبقى قدر قدرك هو قدر النادي الأهلي عيد للأزهان مرة أخرى كرة اليد وطبيعة كرة اليد في النادي الأهلي كان كابتن ياسر لبيب كابتن سامح عبدالوارس عائلة عوض كابتن أشرف عوض كنا بنسمع المباراة دي أو بنشوف المباراة دي ونواجه نادي الزمالك صباح الخير رايحين نكسب خمستاشر ستاشر مباراة التوالي ما فيش أدنى مشكلة لأن الحقيقة كان جيل زهبي في النادي الأهلي وطبعا كابتن جوهر نبيل كان جيل بيقدر يضمن لك فكرة تحقيق الفوز وكان فارق أيضا مع منتخب مصر بشكل كبير جدا في تحقيق نتائج إيجابية في كرة اليد هذا الجيل نقدر نبني عليه نقدر مع المدير الفني الواسق المدير الفني اللي له بصمة يا جماعة في كرة اليد انت طاقت مع ديفيد بانت بصمته مع الفرقة في كرة السلة التعاقد مع أجوستي بانت بصمته مع الفرقة الاتجاه إلى التعاقد مع مديرين فنيين أجانب في ألعاب الصلاة واضح أنه كان الاتجاه الأسوب ده بنقوله ليه لأن النتائج بتقول كده شخصية الفريق اختلفت انت في مباريات فايز لآخر ثانية وفي فاول بيتعامل عليك ويحيى الدرع يطلع يركب الحيطة وهب هدف بتخسر البطولة في آخر ثانية النهاردة لأ النهاردة انت فزت في الدوري وجايت تقول أنا فوزي ليس صدفة ولا مصدفة أنا جاي أثبت تفوقي الفني في كرة اليد على نادي الزمالك فمبروك لكل رجال اليد في النادي الآلي مبروك لمجلس إدارة النادي الآلي مبروك للجهاز الفني ومبروك لجماهير النادي الآلي